قبل شهرين كنا نشتغل على صفورية المحور الثاني الفعالية الخاصة ببودكاستنا هذا وكنا نفكر بالمواضيع اللي ممكن نغطيها في فعليتنا الأولى طرع على بالنا ان التجارة الإلكترونية جاستتصير أهم يوم ورا يوم وان فيه فرصة نجمع فيها رواد القطاع الخاص بهالمجال مع ممثلي الجهات الحكومية اللي تشرع حالقطاع ونتكلم عن أهم التحديات والفرص اللي موجودة في عالم التسوق الإلكتروني هالشهرين اليوم تبدو كالناس 6 شهور وتطبيقات التسوق الإلكتروني صارت أهم من أي وقت مضى في هالحلقة سمعوا الكلام اللي نقال في جلسات عصفورية المحور الثاني أهلا أنا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني بودكاست الجديد من إذاعة الثمانية وبالتعاون مع الجمعرك أول جلسة في عصفورية المحور الثاني كانت مع مازن الضراب الشريك المؤسس في منصة زد المتاجر الإلكترونية اللي كانت تنظم في نفس الليلة فعالية زدكس التجزئة الإلكترونية واللي أقيمت العصفورية بالتعاون معها بجانب مازن كان في الجلسة طلال عجينة اللي عنده خبرة طويلة في عالم التسوق الإلكتروني وهو الشريك المؤسس والمدير التقني لمتجر نجل الأحذية الرياضية وأدار الحوار أبد الحمار بمالح هالجلسة تكلمت عن التجارة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين في المجال وباعتبارهم أكثر الناس خبرة فيه أتصور أن هذه الجلسة تكون فيها شكل من التعريف بشكل التجارة الإلكترونية من تجارب حقيقية في أرض الواقع ما شاء الله مازن وطلال عندهم تجارب واسعة في هذا المجال بدأت من سنوات مرت في تجارب مختلفة واليوم نقدر نقول أن السعودية فيها شكل جديد للتجارة الإلكترونية فيها تنوع في التشريعات لا تزال هناك مصاعب نحن اليوم كل هذه التغييرات كل هذه الجهات الحكومية والجهات الخاصة التي تساهم في هذه الصناعة أتصور أنها تجعل التجارة الإلكترونية أفضل وهذا شيء مهم جداً فأريد أن أفهم بعض الأشياء فأمبسط بعض المعلومات هل نقدر نقول أن التجارة الإلكترونية شيء مختلف عن التجارة العادية؟ أول شيء يمسي على الجميع بالخير وحياكم الله اليوم بدأت ألاحظ خاصة في ثلاث سنوات الأخيرة أن الناس تعتقد أن التجارة الإلكترونية تلغي التجزع العادية والناس تستخدم سلوب الترهيب لأصحاب المتاجر يقولون إذا لم يبدأ التجارة الإلكترونية تقفل محلك والتجارة الإلكترونية تأكل سوقك صحيح ويستخدمون هذا الأسلوب لتخويف الناس أو تحفيزهم للتحول والحقيقة أن اليوم أكثر الناس مؤهلين أن يتحولون للتجزع الإلكترونية هم محلات التجزع وعندنا قصص محلية رائعة يعني اليوم إكسترا جرير وغيرهم من البرندات نايس كلهم قاعدين يحاولون يأصلون هذا المبدأ في التحول ويقيسونها من نسبة الأونلاين للأوفلاين فاللي قاعد يصير تحول والتحول هذا طبيعي واللي أحسن وصف له هو توسع للتجارة الإلكترونية للإكزيستين أو اللاعبين اللي في قطاع التجزع الإلكترونية وبدأنا نشوف نموذج عمل جديد مثير الاهتمام جدا مثل نموذج نجري علامات تجارية في قطاع التجزع أهمالهم ولا محل على أرض الواقع وبادئين شركات كبيرة زي كذا هذه موجودة برة لكن ما كنت تتوقع أنها تصير بهذه السرعة في السعودية فنستبع اليوم عن نمشي نجري ودكان أفكار على اسم المثال كتجارب محلية كلها علامات تجارية في قطاع التجزع وفي توسعه بشكل كبير جدا وجاهم استثمارات عالية فهذه الشكلين كلها تقول أنه السوق قاعد يكبر ما في شيء قاعد يتقلص ويكبر مكان أو شيء فاني وإنما الكيكة كلها قاعدة تكبر ليه ليه حسيت أنه ما كنا بنوصل بهذه السرعة اللي صاير اليوم التسارع في التقنة شيء عجيب يعني كلنا مرينا في الفترة اللي كنا نروح المحلات السفر والسياحة ونحجز اليوم هذا الشي صار شيء افتراضي أنك تدخل أونلاين وتحجز في السابق كانت مواقع جنبية اليوم تم إحلالها بالكامل مواقع وتطبيقات محلية زي المطار والمسافر وغيرها فهذا القطاع في التجزئة سنقول نوعا ما صار في نسبة النضج كاملة بدنا نشوف الشيء يصير في قطاعات تجزئة واحدة والآخر قطاع المطاعم على سبيل المثال صار خيار التسوق الإلكتروني هو الخيار الأساسي الناس تطلب اليوم تطبيقات الطعام أكثر مما تطلب من ذهبها للمحل بدنا نشوفها حتى في قطاعات مثل قطاعات التجزئة في قطاعات العطورات قطاع صعب جدا لازم الواحد يشم العطر لكن تفاجأ اليوم أنه هذا القطاع واحد من القطاعات اللي فيها نضج عالي جدا في موضوع التجزئة الإلكتروني اليوم ناظر كل التجار نفس الشيء قطاعات فيها علامات تجارية زي جولدن سنت شركة سعودية أونلايم بالكامل وأغلب محلات العطور اليوم أرفع الشاشة الفوق أطلب من الموقع فاللي قاعد يصير شيء متسارع جدا ما كنا نتوقعه بسبب دفع الحكومي والقوانين اليوم الصراحة ما حب كلمة معويقات لأن اليوم أنا عارف خاصة المسؤولين موجودين شيء جديد بدنا نشوفهم المسؤولين اليوم أول كان فيه زي الأشياء المخبة في الدرج ما رح نعلمكم وشنا قاعدين نشتغل عليه الوضع أختلف ما أنسى الله يطلع عافية مع المحافظ أول ما استلم الجمارك أول ورشة سواها وما أنساها كانت ورشة على التجارة الأكترونية وكيف الجمارك ممكن تساعد هالشيء من ذاك الوقت ليل اليوم بديت أشوف التغيرات فأغلب الأشياء اللي قلناها اليوم قاعدت تتحسن أوكي فيه لست قائمة وما بعد اكتملت الأشياء كلها لأن الدنيا قاعدت تغير أو فيه قائمة طويلة جدا من المطالب لكن القاب أو خنقول الفراغ أو الهوى بين الطموح والواقع كل ما لا يتناقص أو يتضائل في ذا القائمة ما لكي أطول عليك مازل في ذا القائمة وش باقي أشياء أنت تبغاها من الجمارك يعني دام المعالي موجود المشكلة ما بأحد يزعي لكن فعليا اليوم الأشياء اللي كنا نحلم فيها قبل زي مثل الفسح هذه واحدة من التحديات التحدي القادم أتوقع للجهات أنهم كلهم قاعدين يمشون بسرعة بس فيه تفاوت بسيط في السرعة فيه ناس يمشون مئتين وناس يمشون مئة وثمانين بس لازم الجميع يمشون بنفس السرعة أكبر تحدي أتوقع يواجه الجهات الحكومية اليوم كيف يبلغون الناس تحديث الإجراءات يعني اليوم كثير من التجار تشوفونه قبل شوي في زي ديكس يقول تفاجأنا أنه مثلا فيه شيء سمسابر ما دعنا عنه ما أعلمتونا وتفاجأنا فيه لو أنكم قالوا لنا بس قبلها كان رتبنا أمورنا وكانت أمورنا تصير في السنبتيك بس لأنكم فاجأتونا أمورنا كلتنا أخبطت يمكن هذا ما كان هو قصد الجهات الحكومية لأنه عندهم مليون شيء وشيء شغالين فيه لكن نتوقع التحدي أمامهم من الفترة الجاية وأمامنا أن كيف نوععي الناس قبل زائد خنقل تطبيق الإجراءات هذه ما يكون مفاجئ سابر شرح لي بشو هو بشو 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 محمد صلى الله عليه وسلم محمد علي أشرف صلاة تسليم السلام عليكم جميع وسيكم بالخير نشكر لك أخي عبد الرحمن ونشكر أخوه في الجمال كالدعوة الكريمة وإن شاء الله نقول نطلع اليوم بما يفيد الحمور الكرام بما يخص صابر هي بشكل مبسط من وجهة نظرنا نحن أخي نقول كشركات هي مبادرة أكيد بتفيد السوق السعودي بتزيد من ثقة المستهلكين أن هذه المنتجات خلنا نشرح أو شيء كتعريف لها هي عملية لتأكد أن المنتجات التي تدخل للمستهلك السعودي هي منتجات أصلية موثقة عليها شهادات ووفق المعايير السوق السعودي هذه عند أي جهة الجماري؟ هي تحت هيئة المواصفات المقيس أوكي فهذا بشكل مبسط طيب من ناحية أنها كمبادرة من وجهة نظرنا نحن نشكر لهم هذه المبادرة الطيبة لأنها بالأخير بتعكس على خلنا نقول لك علينا نحن كتجارة أنه خلاص المنتجات التي موجودة جلسة تباع من تجار سعوديين داخل السعودية هي منتجات أصلية 100% تم فحصها وهي مطابقة للمواصفات المعايير وهذا من جهتها كمبادرة فهي مبادرة طيبة يمكن المشاكلة الإشكالية التي صارت ويمكن سببت اللخبطة في الفترة التي راحت في بداية سابر كانت مثل ما ذكرها مازن معرفة التجار في سابر في شهاداتها في الآلية التي تمشي فيها وممكن أنها سببت تعطيل لكثير من التجار منهم النجري اللي يمكن اليوم في في هالمحل لكن لو نشوفوا الأمور الآن بدأت تتضح أكثر بدأت تشمشي وهي بالعكس لنا هي مفيدة اللهم يمكن مثل ما قال مازن كيف أنه ينبهون التجار تصير واضحة لهم أني حنا كشركات بشكل شهري إذا لم يشكل أسبوعي عندنا منتجات سترساتيجي للسعودية فكيف ألياتها كيف تنسق عشان ما يسبب ضرر وتعطيل لأنه بالأخير هذا بيحكس على اقتصاد بيحكس على التجار نفسهم من وين تجي بضاعتكم بالعالم؟ مختلف من أماكن مختلفة من العالم يعني حنا في نجري يمكن متكلم على وضعنا علامات التجارية فوق العشرين خمسة وعشرين علامة تجارية فكلها من مصادرها لبعض المصانع اللي تكون في شرق العالم وغرب العالم فهي مختلفة طيب الحين لما تجي فيها تمر بسابر نعم وفيه مثلا فسح صح؟ هو اللي يصير فيها هي تمر في آلية معينة ويأخذون سامبلز من المنتجات ويتم مراجعتها وتأخذ إلى خمسة بلطة وشركات معينة عشان تمشي علي تأكدون من المنتجات نفسها الكوالي تتبع الجودتها مصدرها هل هي وفق المعايير خمسة بلطة السعودي فهذه آليتها والتحدي مو هنا التحدي كلهم انضغطوا في الشركة يمكن في فترة قصيرة ووقفت كثير من المنتجات في هذه الفترة بس تشوفوا الأمور حين جلستهم بشكل أفضل يعني الحمد لله كلام طلال عندما تم يمكن الشيء اللي سبب شوي ما أقول حنق بس زعل كثير من التجار اللي يمشون بطريقة سليمة أنه اليوم العميل مع انفتاح العالم وانفتاح تجارة أكترونية العميلي قدر يطلب نفس المنتجات هذه من تاجر ما لها تواجد على أرض الواقع وما تطبق عليه القوانين في دول أخرى وتدخل بدون هالعرقلة أو بدون هالمراحل اللي تمر فيها الشركات فهذا يخلي الـ go to market أو الذهاب للسوق أبطأ من التاجر الغير سعودي اللي تاجر عن طريق الإنترنت والناس ويرسل شحناتهم مباشرة للعميل المياعي وهذا محل لقاش يمكن ريان الفايز موجودة هنا اليوم في مجلس التجارة أكترونيا وأحمد واحد من الأشياء كيف نضمن مع تطبيق القوانين اللي هدفها زيادة المحتوى المحلي وضمان الجودة زي ما قال ضلال في نفس الوقت ما نضر التاجر أنه يصير فيه وقت أو تأخير في المنافسة في السوق وأن الناس في النهاية ما تقبل العميلي النهاية ما يقبل عن المتاجر السعودية أو المتاجر المحلية لأنه في الغالب هم تأخرين في الموضة خاصة في الأشياء التي لا علاقة بالأزياء عن المتاجر العالمية فاليوم الشباب ممنوع نسوي إعلانات صح؟ نحن نسوي مثلا سنيكرز خاصة في وضع الشباب في نجري نمشي الفاشن تحديدا كل اليوم نتكلم عن الفاست فاشن اليوم يفرق الأسبوع يفرق الناس تبقى تكون دائما نتو ديت فالتحدي كيف نقدر نكون نوازن طبعا ما رح عرق في نفس الوقت بما لا يضر القطاع والمتاجر المحلية هنا المعادلة وصعوبتها ويمكن في الجلسة اللي بعد كذا بتكون واحدة من المحاور اللي يتمنى أن يسمع الجباب وش اللي يصير مثلا حكيني ش اللي يصير بين التاجر المحلي والتاجر الأجنبي بالضبط اليوم الحين الشركات السعودية اللي مخازنها في السعودية اللي تجيب منتجاتها هنقول لك إيه لا مخازنها اللي في السعودية بالمقابل طبعا هذه كلها ترخيص أنا كشركة سعودية بالأخير هذه بتعكس على تكلفة التكلفة عليها بتعكس بالأخير على سعر بيعي للمنتجات فبالمقابل يعني ونا يمكن بالحوار بنمشي فيها ونتكلم على أمثلة لمتاجر برة خالي سنوات اللي راحت كيف يشتغلوا بالمقابل المتاجر المنافسة لنا كشركة سعودية فاندد باي شباب سعودي تخدم السعوديين وما خدمنا الآن إلا السوق السعودي تمشي منتجاتهم أو خلق طلبيات العملاء بدون أي رسوم إضافية أي أن كانت الرسوم وتوصل إلى المستهلك النهائي السعر بيكون قد يكون مقارب أو أرخص وهذا بيضر علي أنا في عملي من ناحية التكلفة وشارب يعني إذن مسلنا إلى سعارهم بزنس بالأخير فهم يمشون بدون هذه التكاليف وجهة نظرنا يمكن اللي حنا نشوفها ممكن تكون المعاملة لمتاجر إلكترونية أو هنقولك العمليات اللي تجي عن طريق متاجر إلكترونية خارجية لازم تخضع إلى هذه الرسوم بحيث تصير هي ما هي منافسة سعار هذولي شركات قد يكونون في موجودين في أي مكان بالعالم فما عندهم التكاليف اللي بيجي بيدخل فيه حرب سعار وشو الرسوم اللي تيجي عليكم مثلا الرسوم الرسوم الفسح الرسوم التكاليف الآن مع سابر فالقيمة وغيرها يعني فيه مختلف الرسوم هذه كلها هم معفين منها بدون ما يكون النظام فهم بيسكلي العميل اللي بيشتري من منهم من متجر سعودية بدون هذه التكاليف طبعا بديناها نضغطين شوي وقادرين نتكلم على سابر لك كلام طلال عندما تم خنضيف بالإضافة لتكاليف الرسوم هم بعض الجهات بعض الدول قاعدة تحفز التجارة الإلكترونية اللي يسمونها الكروس بوردر أو التجارة الإلكترونية العابلة للقارات فبعض الدول بدون تسمية تسمى قاعدة تدعم المصنع المحلي هناك أن يغزوا العالم منتجاته فيطيحون عندهم تكاليف أساسية زي التخزين زي التصنيع يعطونهم بدلات زي اللي كانت كثير من مصانع في السعودية تعفى عنها في السابق فهذا بعد يخلي تأثير السعر النهائي المنافسة ما أقول أنها بتكون عادلة طبعا هذا شيء ما نقدر أتحكم فيه لكن نتمنى خاصة مع وجود مجلس التجارة الإلكترونية وفي حزم التحفيز للقطاع الخاص واستثمار البلد في دعم المحتوى المحلي المثل هذا الشيء يبدأ يكون موجود يعني هو جزء من الموضوع رفع بعض التكاليف على المستورة لكن برضو دعم المصنع المحلي والمنتج والشركات المحلية أنها تخلي فلوسها هنا موجودة وأنها ما تتحمس أنها تطلع بمصانعها أو مستودعاتها برسعودية وهذا ما نتمنى أنا أتذكر الحين في حلقة الحلقة الأولى مثلا من المحور الثاني كان ماجد المرزم نائب لتيسير التجارة فكان يتذكر أنا كان يقول أنه على الجهات الحكومية وهذا لأنه هذا القطاع كبير جدا أنه لا تستطيع جهة واحدة مهما حاولت أنها تقدر تسهل التجارة مثلا صحيح قديش تشوف مثلا التعاون مثلا والله أكبر خنقول معذلة كانت في السابق موجودة أن التجارة الإلكترونية هي قسمين تجارة فهذا شيء يعنى فيه وزارة التجارة والإلكترونية شيء كان يعنى فيه وزارة التصلاة فكان فيه يعني خنقول نوعا ما ازدواجية في العمل حتى أول نسخة من برنامج التحول الوطني كانت كل مبادرات تجارة إلكترونية عند وزارة التصلاة تقتل المعلومات حتى جاء الله يعطي العافية معالي عبدالله وقال هذا ممن اختصاصنا وسلم كل المبادرات إلى وزير التجارة مهندس ماجد القصبي وقتها الله يعطي العافية مهندس ماجد القصبي مع كل الجهات أو تم التوافق مع كثير من الجهات التي كل جهة لها علاقة وتعنى بالتجارة الإلكترونية يكون فيه مجلس هدف تنظيمي وتشريعي الأخ أحمد بعد موجود هدف الأساسي يصير فيه تزامن وتوافق وأي قرارة تطلع تطلع بهالشي هدفه شي سنة تشريعات وتحفيز القطاع هذا حسب ما أنا أفهمه يمكن فيه تفسير ثاني بس أهم نقطة حلها المجلس إذا كنا نبغى نتكلم عن التجارة الإلكترونية الحين صار عندنا جهة وحدة فيها كل الجهات نتكلم معهم حين كقطاع خاص أو كجمعيات اليوم جمعية التجارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية صارنا نبغى نوجه ونتكلم مع جهة مثلا نروح لكل جهة الحال صار فيه مجلس يجمع الجميع أكثر من 13 جهة حسب ما أذكر موجودين في مكان واحد عنده مجندة واضحة معلنة المبادرات حقتهم واضحة كل سنة وشفنا نتائجها الشي في وقت قياسي في أقل من سنة شفناها مثلا الدفع الإلكتروني واحدة من الجهات المشاركة موسط النقد شفنا اليوم التحول في موضوع الفينتك في موضوع دفع الناس للدفع الإلكتروني عن طريق مدى بطاقات الصراف وكيف الدفع اللي صار وتحفيز الناس لإستخدامها وهذا شيء ممتاز ما تحقق إلا به التضافر والجهود هذه الجمارك عسل المثال بدنا نشوف هالشيء نظام التجارة الإلكترونية حب تكلم عنه كان نظام شاركنا في مسودة قبل خمس سنين بسبب الازدواجية هذه والتردد وكذا طال انتظارها في الأدراج في جهات كثيرة في العالم ما عندها نظام وكانت المعضلة أن وزارة تجارة ذاك الوقت ما كانت تقدر تطلع في الحالها لأنه في أشياء كثيرة تؤثر على باقي الجهات فلما جاء المجلس راجعوا كل ما سبق وحدثوا بعض الأشياء أسرقوا القطاع الخاص مرة أخرى حدثوا النسخ طلع النظام بعدها بثلاثة شهور طلعت اللاعحة التنفيذية واليوم اللاعحة التنفيذية موجودة وتطيح كثير من الجهات أنا تواصل معي جهات كثيرة من فرنسا صين وغيرها كثير من الجهات هذه يبغون يشوفون نظام يبغون يشوفون اللاعحة التنفيذية يحبون هالأشياء هم لنا يمكن سمحين ونبدأ ويقولك ابدا واسك فور اطلب المغفرة ولا تطلب الأذن لكن بعض المستثمر لا يريد ذلك لأنه اللي بيوصيه بالدخول أو الخروج من أي سوك أو ترتيب الأسواق بالنسبة لها في الدخول والخروج هو نضج الموضوع القانوني واللي طبعا يحكم المحاكم وقاعدين نشوف التطور اللي قاعد يصير في تحكيم التجاري بلس وجود أنظمة تمكن أو تحمي حقوق التاجر المستهلة كالنهائي طبعا أنا توقع ان النظام هذا بس ودي أفهم قديش انه بيحميل العميل وش يخدمك غير الاستثمار يعني يعطيك كتاجر كتاجر يعني يعطيك أفهم العميل انه بيحمي حسن فيه حاجات حلوة كتاجر على الوحد موضوع وين تظهر مثلا سياسات الاسترجاع والاستبداع صارت الآن ملزوم أنك أنت كتاجر أنك تحطها في الفاتورة وهذا بيحل مشاكل كثيرة من بلاغات وزارة التجارة لأن قبل كانت كل الموضوع توقعات أو خنقول افتراضات وما كانت العملية فيها إدارة التوقعات اليوم مع وجود النظام واللائحة يجب وجوبا على التاجر أن يطلع فاتورة أول شيء ما كانت موجودة في كثير من متاجر الإنستغرام اللي كانت نشوضها قبل أو المتاجر العادية كان يمشيها بدون فاتورة اليوم أنت ملزم بالنظام أنك تطلع فاتورة كتاجر والعميل لها الحق أن يشوف الفاتورة ويشوف كل تفاصيل لاسترجاع الاستبدال هذا مثال واحد من أصل أمثلة كثيرة موجودة في النظام واللائحة يطول المقام في ذكرها طيب في حاجة ثانية لأنك أنت توقع أنت من يعاني فيها يعني كذا تخيل لو أني بسوي مثلا المتجر الإلكتروني مدري لش دائما نقول أني أبو سوي المتجر الإلكتروني أطور في ماضلة عندي هي لأنني أنا أجرب كل الشركات كل الشركات حقين التوصيل سيئين يعني تأخذهم من أسوأ وهذا النظام اللوجستي أتوقع أنه يخرب يعني لو أنا صاحف مجر حسنه كل شيء أنا سويه مضبوط في الأخير الميل الأخير معدوم يعني تقدر تأخذه في كل الجهات يعني ما فيه ولا واحد بتحط التطبيق ويوصلك على نفس العنوان ما فيه أحد يسلمه في نفس الوقت ما فيه ما فيه شركة جهيدة كيف تشوف التجربة اليوم أنت من يحصل الفسح إلى أن يوصل إلى العنوان شوف نحن نتكلم شغلة وموضوع لما توصل المنتجات إلى المملكة ونخلص الفسح هذه شغلة أخرى فهذه تدعو مع المخلصين وهذه الأمور نحن عندنا ترتيبات معينة بحيث أن المنتجات حكم الشحنات الكثيرة والأعداد الكبيرة التي ندخلها فهي من ناحية بعدما ننتهي من الفسح ونأخذها وتوصل عندنا في المخازن هناك يصير تنظيمات داخلية قبلها تسمح لني بكتاك كده ودي أساس صدكي كيف شفت التغيير بعدما صار الفسح الإلكتروني لا أسرع فرق لا 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 فرق كثير ترعادي حسين دينا نقول لا لا أنا بيقولها هذا اللي بيضر نحن بيقولها هاي جد نحن جايين عشان نتكلم والإخوان إن شاء الله يسمعون وحنا نشوف التطور الكبير الذي جايز يصير يعني يعني كان ناخذ معك وقت تغير الآن تغير بشكل كبير خلاص المخلصين الأمور صارت أوضح يعني صارت أوضح من ترجاتنا خاصة مسارها عارفين حتى عنا داخلي أنا قمنا نوقع موضوع تسويق وما تسويق لأنه خلاص عارفين أنا بتمشي بتمشي إن شاء الله بدون أي تشكاليات فرجوع لسؤالك بما يخص هنقول لك اللي هو بعد ما يطلع المنتج من عندك بعد ما يستر العميل يطلب المنتج يوصل عندك في المخازن وتخلصون هاتم باكتينك ترسل للعميل هذا اللي هو كان أكبر معظلة يمكن واجهنا حنا في بداية الشركة وأعتقد كثير من التجار أنا يمكن بحكم احتكاكي وعملي كمقدم خدمة قبل كنت أشوف هل المكشاكل تكرر فشركات الشاحن قبل يعني حنا ما نلومهم اللوم الكبير قبل لأنه نفسهم أصلا نتكلم عن التشريعات ما كان لهم تشريعات واضحة فوزارة النقل الآن مشكورة يمكن طلعوا بتشريعات واضحة لترخيص شركات الشحن وشفنا الأمثلة يمكن شركات سعودية كثير طلعت وصارت تقدم خدمات من هذا كالوقت قبل التشريعات واليوم كيف تطور وصاروا يغطون حتى نتكلم على شركات اللي في الرياض صارت تغطي المملكة كاملة وصاروا يغطون حتى برسعودية ففي أمثلة كثير يمكن نفخر فيها كشركات سعودية مقدمة لجستية وشركات الشحن فقبل كانت المشاكل شركات الشحن يمكن ما تلتزم في وقت التوصيل وهذا كان مصيبة لأن العميل اليوم طلبت خلاص أنا دفعت الفلوس ولا أنا قدمت طبغة منتجي وين المنتج فصارت تتأخر اللي ياخذ لأسبوع اللي ياخذ فوق الأسبوع اللي ما يتوصل اللي يروح لأصلا المنتج وهو متضرر فما كان فيه يمكن اهتمام لما خلنقول لك السوق صار فيه نمو كبير في السوق يمكن صار أكبر من الشركات الشحن فيه كطاقة استيعابية وهذا سبب أزمة أكبر وأكبر إحنا ربي وفقنا وأنشأنا سطول دخل للشركة قلنا خلاص ما الهاء إلا أنك تتويها بحط طريقة وهذا مؤشر خطر بقصة بليو والله صدق يعني يعني تتكلم مع طلال وكثير من المتاجر الإلكترونية اليوم الكبيرة وناس نجري نمشي فترة من الفترات أيام بحر التجار الإلكترونية ومأسسة الشركة تطرينا نسويها بنفسنا الأسباب كثيرة تبغى تتحكم تجربة العميل كل اليوم الكلام كل على تجربة العملية ما تبغى تتعب في المنتج وفي المتاجر وفي الماركتين وكل شيء في الأخير الناس تتذكر آخر نقطة التماس مع المتاجر الإلكتروني وهي للأسف لأسف اليوم اللي قاعد يصير زي ما قال طلال الديماند أو الطلب فاق استيعاب كثير من الشركات خاصة في الموسم كثير من أن يعرف أن سوق التجزئ سوق موسمي وللأسف نماذج أعمال الشركات التوصيل اللي موجودة اليوم في السوق ليست مرنة بما فيه الكفاية وليست ما يستوعبون ما يدري رمضان بعد شهرين يبدأ يتحرك إذا جاء رمضان يتفاجأ أو يصير مخطط على نفس الـقراث حق رمضان السنة اللي راحت يعني آخر شيء كنت أتوقع ذاك اليوم جلسنا نحن نتكلم مع زد مع كل شركات التوصيل يعني اشتغلنا مع أكثر من عشر شركات فاحتكينا نعمع كل في السوق ولكن قلنا عشان ما نفاجأهم بالديماند دورنا كان ممكن أن نجس مع أعضاء المنظوم ونتكلم معهم ونوريهم الفوركاست حق الديماند قل لهم السنة الجائية نبغى أن نوصل خمسة مليون طلب قالوا مستحيل ما في ديماند ما راح يجي قلهم �ي جمعوا برأي أو فكرة أو توقع هذا هو نفس الترنت اللي قاعد يصير ونفس النظيف باث باث اللي قاعد ينشوفه. خلوكم جاهزين. يقولون ما نتوقع يمكن من شركات من بره يس. فما أخذونا على محمل الجد. وهذا شيء صراحة أعتب عليهم فيه. إلى أن جت إحدى الشركات من بره السعودية. أبغى أقول لقصة هذه لأنه لازم أقولها. طلعت من الشركة. كلمت سلطان العاصمي مدير الشركة. كنت أشوف قعدنا مع أحد الشركات الكبيرة. قالوا الديماند هذا يمكن يمكنكم تبالغونها متفائلين جدا. لا تتوقعون مثل هذا الديماند. قال لي صحيح هم ينظرون سوقهم نموهم العادي. نحن نأخذ من الأفلاين ونحولهم للأونلاين أو نأخذ من أسواق التجزع التقليدية ونحولهم من التجزع. فهم لم يرون هذه الزاوية هذه. وهذا ما يحدث اليوم. يعني اليوم لاحظوا معي. أغلب الأعلانات التي تحدث اليوم في السوق في الشوارع صاروا يضعوا روابط المتجر الأكتروني. أنا أنا قاعد أشوف اليوم في زد. ناس كثيرين قاعدين يتحولون. وزي ما قال طلال شركات التوصيل لسه مي بقاعدة تستوعب أنه في حراك وغروث أو نمو كبير جدا قاعد يصير في السوق. فوش اللي صاير اليوم. اليوم أنا حط ريهاني موب على الشركات المعروفة والقديمة أو التقليدية لأن عندهم مداخيل أو مصادر دخل أخرى غير التجارة الإلكترونية إذا ما تحركوا. ريهاني على الشركات زي اللي قلت لكم عنها. يوم جلست مع هذا الشركة الغير سعودية شركة صينية. ما اسمها؟ أقول اسمها. استاهلون والله بس نربط معاهم بعد سبعين شاهد. مشاهد يوم مريتهم القروث هي كانت تشتغل في عالي بابا. جاتوا قاعدت تناظر تقول والله بس خمسة مليون. شف الفرق بالله تقدرون نسون أكثر وأتوقع فيه أشياء معينة بأجلس معاك بعدين إذا بدأنا بعلمكم مشغل الشاهد. قل طي تقدرون نشيلون لأن واحدة من التحديات التي كنا نسمعها من شباب سلاسة مثلاً اللي هم عندهم الفلفل منت سنتر وهم شريك النمو مثلاً كثير من المتاجر يقول واحدة من الأشياء اللي حنا نحط فيها في موقف محرج لما كثير من المتاجر سوي حملات تسويقية خاصة مع المفلونسر والمشاهير اللي ما تقدر تسيطر على الديماند حقاً وممكن طلال يتكلم على هذه النقطة ما تقدر تقول المفلونسر وقف لأنه خلاص فانياً أنا أعلى مو بزي درجة الماركتك فأنت ما تقدر تتنبأ مية في المية بكم الديماند اللي ممكن يجيك فكثير من شركات الشاحن تقول آسفين الكباسيتي الحقاتنا اليوم أو الطاقة الاستيعابية القصو حقاتنا كذا أنت معطيني دبلها أو ثلاثة دبلها معناها بوصلك بعد أسبوع تخيل معي شعور صاحب المتجر الإلكتروني أنك تقول لأ بوصلك بعد أسبوع هذا يؤدي لكلسل الطلبات أبا ترك طلال يقول وش شعور الناس إذا صار لهم موقف زي كذا شوف هذا عندنا دائماً تصير مصيبة المصائب صارت تأخير صارت منتجات وصلتهم متضررة أو شيء يمكن هذه أسوأ شيء للعميل لأنه بالأخير عميلة تجارة الإلكترونية إذا تشجعه نقول أنا بالسعودي يمكن تقول أن الناس الآن تشجع وصار فيه ثقة وصار فينا يشتري من المتاجر السعودية فالعميل العميل أخذ خلاص خذ شجع وجاء وشرب طلب فلما تصير لاستماي دليفري الإلكتروني حقتها سيئة هذه يفقد حنا كمتجر أكتروني راح يفقد ثقتها في في التعامل معنا راح العلاقة ما بينه ما بين هذا العميل جداً راح تتضرر يعني أنت ذا تتعب في إحضار أنك تجيب منتج بأعلى الجودة توفر أنواع مختلفة منتجات أنواع الفئات تمسك توفرها بالفئات المختلفة بأسعارها المختلفة عشان تكون بتناول الجميع تتعب في التصوير تتعب في توفير تغنيت المعلومات وأن الموقع يكون جاهز وكل توصل إلى مرحلة تتعب في الفيلم من تجهيز المنتجات وتجهيز الباكج وغيره عشان ترسل فالأسمن المال الدليبرية تكون أو الآخر مرحلة تكون سيئة فكل تعبك اللي راح هذا كله ما كان راحها بمن ثوراً فحلنا كان أننا شفنا الأرقام والله التوصيل صايري أو 60% 50% مو معقولة منتجاتك تروح يعني تعبك راح فلوسك راحة تكلفة زادت إن المنتج يروح بعد أن ترجع فهذه فيها تكلفة ضرر أنها مو موجودة أصلاً في الشلفة هذا أنت خسرت عميل محتمل فبعد ما سويناها وهذه عشان يمكن للناس هنا يأخذونها خنقول كعظة ويستفيد منها كتجربة بعد ما استغلنا حنا وأسسنا خنقول لك الفليت حق الشركة الداخلي سنقول لك الدلوفري ريت ترتفع من 50-60% إلى حوالة 90% فهذا يمكن الرقم أننا نصرح فيه لكن لأنه فعلاً فرق معنا الأخيرة هذه العملاء صاروا يرجعون مرة ثانية وثالثة ورابعة يعني نحن نبني كميزة تنافسية عندنا في الشركة نبنيها على أننا بنوصل لك في أقل من 24 ساعة لندخل الرياض سيارتي وأنا بتحكم فيها وأعرف بقدر أشغلهم وعفليت تبعي فهذه الكل صار خلاص مرتاح هذه التجربة الطيبة فحنا نشوفها تولاً كانت في السوشيال ميديا سواء العمل اللي يشترون مرة واثنين واللي نحن عندنا داخلية مثل السيرفي فنسمع وش تجربتك في تجربتك هل بتنصح يس بنصح لأن توصيلكم سريع ومنتجاتكم أصلية ومنتجاتكم فهذه أنت تعبت في المرحلة الأولى في تأسيس البزنس وجايبة المنتجات وتعاقدك وهي قصة طويلة تعاقدك مع الشركات والعلامات التجارية العالمية فكل هالمجهود لازم تنهيه بتجربة طيبة مع العميل فهذه لجميع الأشخاص اللي بيدخل في التجارة الإلكترونية هذا المجهود اللي تسويه عشان بناء البزنس ونموذج العمل حقك شيء وبناء علاقتك مع العميل هذا شيء ثاني فبناء هذه العلاقة هي اللي فعلاً بتفرق من متجر إلى متجر هي اللي بتخليه يجي يشتري من المتجر السعودي حتى لو لجنبي أرخصه شوي عشان ما عنده هالتكاليف الكبيرة لأن أثق في هذا التاجر السعودي أثق في هذا المتجر بيوصل لي في وقته العاقة بنياج طيب ودي أفهم حاجة بما أنك تتكلم عن هذا يعني لو أنا بفتح متجر الإلكتروني شيء اللي بيصير عندي أنت قبل لا تفتح وش الأشياء اللي تخيلت إنها بتصير أو وش اللي كنت تقرأ السوق بعدين تفاجأت بشيء ثاني مثلاً واضحنا التوصيل يمكن تفاجأت يمكن تفاجأت بسواضحنا دمار إيش في شيء ثاني ما ترى؟ شوف قبل تأسيس سواني جابي أو سلبي إي أنا يمكن قبل تأسيس نجري لنا تجارب يمكن أو شخصية لنا تجارب أنا وإخوان شركة كثير فيما في قطاع التجارة الإلكترونية بحكم يمكن أنا توفقت وكنت في أحد بوابات الدفع الإلكتروني في السعودية بيتابز فبهذاك الوقت بيتابز كانت ثاني أكبر ثاني شركة سعودية سجلت تجاري سعودي دخل لسعودية وقدم خدمة الدفع الإلكتروني فبهذاك الوقت كان فيه المتاجر اللي قبل تقريباً خمس سنين يمكن بهذاك الوقت اللي توهم في بدايتهم تجارة الإلكترونية توها يعني لا المجتمع جاهز لها ما في وعي لها الثقة ضعيفة جداً كانت بالتاجر السعودي تقنياً يعني خمس نقول لك منظومة التجارة الإلكترونية والشيء تقنية التاجر والمستهلك طبعاً الجهات المشرعة وثلاثة اللي هي المنصة نفسها تقنية المعلومات المدفوعات الإلكترونية واللوجستيكس فبهذاك الوقت خمس نقول لك المطورين اللي موجودين سواء كانوا في السعودية ولا في المنطقة العربية اللي كان فيه ممكن اعتماد عليهم بشكل كبير بهذاك الوقت ما عندهم الخبرة شلون أنا بسوي تكامل مع بوابة الدفع أنا وش بيفرق معي إذا بربطه يعني كذاك الوقت كان بداية سداد يمكن اثنين وشاني وش بيفرق أنا لما حط حل دفع سداد والحل سل دفع كريدت كارد ريت ما حد فاهم بهذاك الوقت فكنا نشوف الناس وتجاربهما فبهذاك الوقت أنا التصور اللي جابع على سؤال التصوري يعني أنبنى من خلال تجارب الشركات اللي كانت في هذاك الوقت عرفنا نقاط الضعف نعم في الشحن الناس كانوا عندها ثقة أنا ليش بحط الماستر كارد حقتي ولا الفيزا حقتي في مجر إلكترونية بيأخذون فلوسي فما عندهم الثقة أن يشتري فكأغلب الطلبات كانت دفعا عند الاستلام وهذه سببت مشكلة أكبر لشركات الشحن لأنها تصير لخبطة كثير في حسبة الفلوس تطلب لشركة الشحن الفلينية يلا أبغى فلوسي أنا كمجر إلكتروني في بدايتي أحصل التدفق المالي جدا مهم بالنسبة لي هم نفسهم لخبطي ممقدرين يجمعونها فعارفين هذه المشاكل هنا وهنا وهنا فقد ما نقدر كان عندنا التصور السابق في بدايته تقنية المعلومات كانت تحدي كبير بس يمكن بها الباكة جرامد عندنا فيه تقنية المعلومات ساعد كبير أننا والله قد ما نقدر نسوي منصة ستيبل تخدم تمشي الترانزاكشن فهي هذه الثلاث خنقول لك هذه الثلاث أمور اللي هي تقنية المعلومات المنصة نفسها سواء كانت تطبيق القناة الإلكترونية التطبيق أو الموقع المدفوعات الإلكترونية هذه مقدمين الخدمة الداعمين اللي من جونهم متر إلكتروني ما يمشي بالإضافة إلى المجهود الكبير اللي تبع التوعية اللي جاست تصير من الجهات الحكومية اليوم أنا جدا فخور يعني إذا جلست مع شباب سواء كانت في ميتاب أو شي تجلس مع مطورين سعوديين عارف تكامل كامل وشلون صارت التطبيقات شلون صارت المنصة شلون يصير التخصيص فيها العمل الكبير اللي يصير من الأخوان في الزد أنهم طلعوا هذه المنصة تخصيصها فهمين السوق عارفينه فشلون صار في تطوير لثقافة هالمطورين السعوديين الهاكثونز اللي جالسة تصير بشكل مستمر من هيئة الاتصالات تحاد الأمن السبراني هو هيئة الأمن السبراني هذا من ناحية العامل البشري المحلي خنقول لك اللي قاعد يساعد في تطويره فهمه لجوستيك صار فيه تطوير كبير عرفوا المشاكل ويس في عتب كبير لكن في تطور كبير جالس يصير حنا ما قدرنا نتحمل ويمكن أخذنا سوينا الفيت حقنا وفرق معنا في البزنس والمدفوعات الإلكترونية نشوف الشركات الحلول اختلفت اليوم ما نشوف 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 المحافظة الإلكترونية نشوف مدفوعات الإلكترونية نشوف وفي الترخيص اللي صارت لهم صحيح خمس سنين وراء شركات المدفوعة تشتغل بدون ترخيص واضح هذه مشكلة ومشكلتها الثانية البنوك مو مو معترفة فيهم كمقدمين خدمة والبنوك ما كانوا يطالعون يمكن نقول لك المتاجر الإلكترونية كشينا بطلع مننا فلوس فكانت هذه مصيبة أكبر للتجارة الإلكترونية ومصيبة أكبر بعد لهالشركات اللي طلعوا بشركات تقنية المالية نموذج جديد مفهوم جديد مفهوم مهم أن يكون محلي فكان هذا الشرك المفهومين خدمة يعانون العملة يعانون التجار يعانون فكل هذه كانت ضر في مفهوم التجارة الإلكترونية لكن اليوم نظرتنا هذه قبل اليوم التطور اللي صار كبير جدا جدا يعني الحمد لله اليوم الدنيا سهى أسهل يعني إذا بقارن اليوم بخمسة سنين وراء التشريعات موجودة المدفوعات الإلكترونية موجودة شركات المقدمين خدمة تقنية معلومات أو حتى المطورين اللي في سوق المحلي موجود شركات الشحن فيه تطور وإذا ما فادوا بتقدر أنت بنفسك بتشتغل بتطلحها بتخدم عملاك العميل صار عنده ثقة عالية جدا في المتاجر السعودية التاجر صار عارف هو وش قاعد يبيعه كيف يبيعه المتفضل ما يزن قبله شوي هذه شروطي هذه أحكامي عارف أنا وش لي وش علي يعني ترى سنتين قبل عميلي بيرجع منتجة تبلش أنا رجع لها عشان أبي أكسبها ولا ما لحقني رجع لها لا اليوم واضحة الصورة واضحة أبرجع لك في واحد اثنين ثلاثة لك حق تشتكيني في واحد اثنين ثلاثة لك حق تسوي لك استرجع لمبلغ فخلاص شروط واضحة فاليوم الدنيا أسهل كثير فيما يخص التجارة الإلكترونية أسهل علينا أسهل على اللي يبي يبدأ والفرصة جدا كبيرة يعني ما أعتقد أن أنا سنتين ثلاثة قبل نشوف مليارات جلسة تطلع من السعودية التجار مو بسعوديين يعني شركات غير موجودة في السعودية نعم حنا أعتقد والجهات الحكومية حنا وياهم على وفاق أن المستثمر إذا بيدخل بيجيب منتجة داخل بيحرك اقتصاد داخل البلد ممكن هذا بيكون أهوى علينا من أن يشتغل في الفريزونز بره ويأخذ الفلوس لبره فاليوم مع زيادة الثقة اللي جلسة تصير الفرصة كبيرة للتاجر السعودي أو الشركات السعودي أنها تقوي نفسها في التجارة الإلكترونية تطلع قنواتها الإلكترونية تختم وتبقى فلوس البلد داخل البلد وكلام طبال لأنه تم اليوم ما أحد مال عذر اليوم ما في عذر لأي أحد أنه ما يتحول للتجارة الإلكترونية هذا هو اليوم الرسالة الأساسية اللي روح أتكلم مع كل التجار فيها ما لك عذر اليوم الأمور التقنية موجودة زد يساعدك في أقل من 24 ساعة وغير زد يعني مبزد فيه زينا ثلاثة عفل السوق بس ما نبقى إلى أسماءه لا نقول أسماءه لا بني ثلاثة وإكسفاند كارت وشبكو وناس محليين وناس إقليمين وحتى شركات عالمية زي شوبي فاي شوبي فاي اليوم تستهد في السوق السعودي من هنا فاليوم مع الحوسب السحبية موضوع التحول وبداية المتجر اللي كانت تأخذ شهور اليوم تقلصت إلى أيام في ناس اليوم في المعرض في زيدكس علامات تجارية مشهورة زي الوطنية مزارع الوطنية جونا قبل المعرض يومين يومين يبيعون زيت زيتون الجوف وتبوك وكذا قبل يومين جونا أسسوا متجرهم وجوه هنا يبيعون فعليا تستطيع البداية صارت سهلة خاصة في الأمور التقنية وتأسيس المتجر أكتروني نيجي التحدي الثاني موضوع شركات التوصيل والدفع وغيرها صاروا سهلت مع المنصات لأننا ربطنا معهم وبسطنا الموضوع لكن بقي جانب اللي والتشريعات أنك تفتح ميرشنت آي دي الموضوع يأخذ وقت شركات مبدعة مثل تاب على المثال شركة كويتية لقوا حل لقوا حل لقوا حل الطريقة الطريقة ذكية جدا وسووا عمليات اللي هي وسمحت لهم وسط النقد وموجود اليوم في الساند بوكس وتحركوا هذه واحدة من الأسباب للتشريعات ساعدت في السرعة قبل كان يأخذ الموضوع 40 يوم إلى 30 يوم أحيانا عشان تحصل على ميرشنت آي دي وعشان تبدأ تستقبل أموالك اليوم مع وجود ناس زي كذا سرعت العملية التحدي الفترة الجاي بيكون فيه شيئا يعني ناس كثير وهذا كل يوم أشوفه يقول يا أخي فتحنا متجر عندك وبدأنا وحطينا من البضاعة بس ما تجيني طلبات وش يتوقعون الناس اللي فتحوا متجر توقعون الطلبات بتجي فعلية الموضوع لا العملية سهلة بس ترى الموضوع مو معناها العملية بتصير اللي بيجيك العميل بشكل تلقائي بدون ما تتعب في التسويق أكبر تحديين بيواجهون أي تاجر سواء كان تاجر تجزئ تحول التجارة الكترونية أو تاجر تجارة الكترونية صرف زي نجري وغيرها من العلامة التجارية هو عملية خلق الترفيك أو الزيارات للمتجر الكتروني وتوصيل رسالتك للناس ومنتجاتك الرهيبة هالي ومشكلات هالي يوم تحديها اليوم جهات زي مسك الخيرية سويت شراكات استراتيجية مع شركات مع جهات زي بدأوا يضخون للسوق ناس متخصين هالمجالات كل ما ضخوهم ما شاء الله أغلبهم حوالي 80% منهم جاتهم وظائف ليش؟ فيه شح في السوق في هذا الجارب وش رهم ميتهم بدونهم ما رح تقدر تجيب الناس المجزل الكتروني مهما كانت منتجاتك جميلة ورائعة وكبه فهذه فرصة رائعة فالعنصر البشري والكفاءات البشرية في التسويق الرقمي قليلة وتحتاج ضخ وهذه فرصة اللي بغي يبدأ في هالمجال يعني أتبنى تجيني شركات سعودية كل الشركات اللي قاعدة تعرض علينا اليوم لنا والتجارنا أغلبهم برا سعودية ليش ما في شركات محلية مركزة على المتاجر الإلكترونية مو بتسوي لي كلش هذه نقطة النقطة الثانية موضوع الـ 3PL والـ 4PL في اللوجستيات اليوم مو بشغلة التاجر مع احترامي يعني لكل المجتهدين اليوم الخيار الأمثل في الوضع المثالي نجري يركز على أن يكون في المنتجات أو أول وول في المنتجات وأنه يدلع عميل أو يعطيه تجربة عميل خرافية ويسوق ويجيب طلبات زيادة مو بشغلة أنه يتابع الطلبيات أو يهتم للرجيع ولا يشيل هم التوسع خارج المملكة لأنه لازم يوسع أسطولة في الشحن في الوضع المثالي والوضع الذي يحدث في أوروبا أو أمريكا أو الأسواق الناضجة في التجارة الترونية يكون عندك شريك لوجيستي بدنا نرى شركات اليوم لا يوجد الشركات تنعد على صادع في هذا المجال خلاص مفروض تعطيهم هذا المجال ويكونون أفضل منك فيه ليس بأن شركة لا يوجد علاقة في المجال تصير أفضل منهم فيه وتفوضهم هذا الأمر وبحيث يكونون يمسكون عنك عناء النمو وتصير عن تركيزك على خلق الطلبات وغيرها فيه تحدي عندي قاعدة واجهة مع التجزئة يحتاجون إبراز القص الناجح وهذا شيء يتكلمنا فيه مع المجلس في جمعية التجزئة والتجارة الترونية اليوم الناس كثير بتتحرك لما يروح أو يقدم أول ثلاث ناعبين في السوق أو القطاع لما دخلت العربية العود وعبدالصامد القرشي اليوم شفنا بشكل واضح أن كل قطاع التجزئة أتحول سواء كان عندهم محل محلين أو براندات كبيرة جدا أنا أذكرهم قبل ثلاث سنين أقول لهم يلا يا جماعي يقول لا بس مجرد ما الليدر الماركت الليدر ادخلوا أقبلوا نفس الحكاية في كل قطاع نحتاج إحنا كقطاع ثالث في الجمعيات وقطاع خاص ننشئ قصص نجاح وتمنى اليوم نجري ضغطوا على كثير من الشركات الثانية اللي موجودين لأنه قاعد يأكل من السوق ويخوفهم اليوم لو تكتب في جوجل وهذه حركات يسوونها حقين التجزئة التجزئة الإلكترونية الصرفين وجايني واحد من التجار يشتكي يقول أنا صرت أنا محل عندي فروع وأنا هاي اند براند بدون ذكر أسماء صرت أنا عبارة عن شوروم المتجر يبيع زي منتجاتي بره السعودية فالناس تبحث وتشوف تجي عندي المحل تقوس في الأخير الطلب يصير في المتجر الإلكتروني الأجنبي وهذه ظاهرة الشورومين يسمونها فهو فعليا مو بس قاعد يخسر عميل هو قاعد يقل التكاليف على اللي بره ويجيب لزبائن على طبق من ذهب تبحث باسم ما تلقاهم حطين تلقاهم باستهدفين الكلمات البتاحية له حق النافس فهذه فرصة ضائعة على التجار التجزة فاليوم لو في أي تاجر تجزة يسمعنا اليوم مو بالتحدي أنك فقط سيتم خنقول أخذ حصتك من المنافسك وأنما تكلفة الفرصة الضائعة بكل يوم ما تكون فيه أونلاين عالية جدا 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 فاليوم ما القطاعات مثلا العود والعطور هذي دخلت الموية اللي قدامكم ايش اللي ناقص آخر شيء كنت تتوقع يا جماعة الموية اللي أمامنا اليوم أعتبرها من قطاع واعد جدا في التجارة الترونية قاعدة درس كل قطاع وهذا جزء من اللي قاعدين نسوي في الجمعية في الجمعية هدفنا نشوف نشوف القطاعات الواعدة ونحاول ندفع فيها مثلا جلسنا مع التجار الموية تجار الموية قصة رائعة لأنها شيء منتج استهلاكي ما تتوقع أنك تطلبها أونلاين لماذا تجري موية أونلاين موجودة في البقالات اللي جمك صح؟ منطقي اكتشفنا نمو هائل في هذا القطاع أصحاب مصانع المياه والتوزيع والتعبئة مبسوطين على التجارة الترونية ليش؟ قاعدين يطعون لإنفشنسي حقة الموية خاصة في الجوالين الكبيرة لأن فيها تكلفة عالية فيقول أنا قاعد أوصل العميل النهاي وارتاح بدل ما البقالة يجي حوسني ويقلل التكف ولا يحافظ على جودة في هذه الأشياء وش اللي صار في قطاع المياه مع أنه قطاع آخر شي كنت تتوقع أنه يدخل لتجارة الترونية ويكون فيه إقبال فيه تجربة عميل رائعة المصنع صار يوصل العميل بشكل نهاي ويقلل تكاليفه والعميل نسود بس وش فيه قطاع باقي ما دخله؟ والله عجز تلقى شي اليوم كيف عرفت كل زين يعني؟ كل قطاعات الناس جاهزت تدخلها؟ والله قل لي أي قطاع تبغى والقالك متجر في زدي بيع طيب على زد زد هي منصة أنه أنا أقدر أصير نسوي متجر إلكتروني بسرعة نحن نعطيك تجارة الكترونية في صندوق ممتاز متى أكون أنا لازم أكون في زد يعني أكون زد هو المكان المناسب متى أطلع إلى أن يصير مثلا منفصل زي نجري ولا نجري أصلا ممكن يكون في زد أمس عمر الجريسي الله عطي العافية جاء وزار المعرض وشبهها بتشبيه عمر رهيم في تبسيط الأشياء فجاء قال شف فيه خيارات عند كثير من الناس أنه يستأجر بيت ويمكن يلقى بيت في اللي يبغاه فزد يساعدك أن تستأجر بيت وتكون في بيت ممتاز وتقعد فيه لأبد فيه ناس يأخذ خيار أنه يستأجر محل ما يبني محل خاص فيه فخيار البناء موجود لكن له تبعاته وتحدياته وله مميزاته لكن اليوم اللي يقول للناس مو بلازم تبني عشان تبدع اللي سوته منصات خلول أو حلول التجارة أكترونية عالية جداً وكابيكس عالية صالة العملية أسهل بكثير وأقل تكرفه بكثير تبغى تكمل تكمل اليوم شاب ويفاي الشركة اللي كلنا ننظر لها نظرة احترام وتقدير لأنه هم من رواد هذا القطاع فيها شركات مدرجة شركات تجزئة مدرجة يستخدمون شاب ويفاي طبيعي فهذا اللي قاعد يصير اليوم فمو بالضرورة تكون تسوي هالشيء لكن كثير منك مو بالضرورة أنها مرحلة قرار استراتيجي صرف يعتمد على الموارد البشرية يعني اليوم نجح يوفقه ما شاء الله بوجود ناس زي طلال وتيم اللي معه هذول عملة نادرة هل هو بضرورة موجودين في كل شركة؟ مو بضرورة فلذلك خلاص سو لها اشترك أوش خل جهة تشيل عنك هذا العنام وتبدأ بعدين تقدر تحول في أي وقت وبدون أي تحديات يعني لو تتحول كلام مازل على ما تم بس مهما يخص متى تكون في زد أعتقد الأخوان في زد عندهم أخي نقول لك الأمكانية أنهم عندهم الميزة صحيحني إذا كنت غلطان فيها مازل لكن عندهم البقات المختلفة ومنها المتخصصة للشركات الكبيرة فزد حل مثلها مثل الحلول الثانية أين كانت المنتجات اللي موجودة النظفة اللي موجودة وأعتقد الأخوان ما شاء الله اللي قادرين نشوفها في زد اكس اليوم اللي نشوفها أقول له مازل هذا نجاح يعني كبير كلنا فخورين أنه ضع على هنجاح ومبارك لك فيه فما فيه متى تكون في زد لا مزيد ما أعتقد ما أشوفها أنا يكون مرحلة معينة تبدأ فيها لا هو عجبني التشبيه نعطي كالدار أكتروني في الصندوق فهي فعلا بيعطيك إيها في بدايتها هم اللي بيطور وبيخصص الأخوان إن شاء الله لهم قدها وكافوا أنهم يديرون ويكونون الشريك التقني الفعلا وهذا تحدي الأكبر اليوم كيف نحن نكون طموحين أو نلاحق طموحات تجارنا لو في شيء متعب زي اللي يتواجهها الآن كل الجاتب الحكومية كيف يلاحقون طموحات أو يلبون طموحات العميل النهائي أو التجار وستيكهولدر هذا أكبر تعدي قاعدين نواجهها وصرنا نحس بالضغط والهيئة اللي يحسفهم في الحكومية وصرنا نتعامل ونخدم خمس آلاف تاجر الحين ففيه خنقول ما تقدر تقول لأحد لا بس في نفس الوقت لازم يكون عندك أولويات فترتب الأولويات اللي ما تضرب الناس ونفس الوقت تحاول تكون مرن قدر الإمكان أنك تستوعب أكبر قدر ممكن من الناس لكن هل حنا حل كل أحد وكل الناس لا مو بالضرورة هل إحنا الوحيدين لا في ناس كثير يغطون خانات وقاعدين نغطيها وهذا شيء مره مبسوط فيه صراحة وأتمنى السوق قاعد يستوعب يعني اليوم يوم بدأ كريم وأوبر جاءت حوالي ثمان شركات توصيل لما بدأ بدأت كثير منصات الأطعمة هنقر سيشن بدأ جاء بعد جاهز ووالم وغيرها ونضجت السوق لأنهم قاعدين ينشرون الثقافة كان كل تحدينا الأكبر وهذه استعيرها من من قطاع قريب اللي هم أنظمة المحاسبة السحابية كان يقولون مو منافسي X و Y منافسي في هالقطاع منافسي الإكسل منافسي الورقة والقلم إحنا منافسنا اللي موك قاعد يبيع أونلاين هذا هو اللي مفروض اليوم كلنا كقطاع اللي اليوم ما بعد أسس متجر الإلكتروني كلنا مفروض نكون مو نقول لها ترى بتقفل محلك نقول لها يا أخي حرام عليك نضيعت ترى على نفسك فرصة وترى الموضوع أسهل الله يحييك يخدمونك كل الشركات الموجودة في السوق ممتاز طيب أنا منافسي الوقت فبس شكرا جزيلا لكم الله يعطيكم العافية أفخور جدا بما تصنعون في زيت وفي نجري وكل اللي يصنعون الشبكات في التجارة الإلكترونية أتصور كل هذه التحديات اللي يمرون فيها سيأخذ يعني يقطفون ثمارها لاحقا كل اللي بيدخلون السوق إن شاء الله فيعطيكم العافية والشكر موصول لكل من يشتغل سواء في القطع الخاص في القطاع الثالث أو في الجهات الحكومية شكرا لكم حسنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا تأكدنا بعد جلسة القطاع الخاص جاء وقت الجهات الحكومية جلس تيلتها مع خمس ممثلين لخمسة جهات حكومية لها علاقة مباشرة بالتجارة الإلكترونية الحديث عن تشجيعات السوق وتطبيق هذه التشجيعات وكيف تقدر الجهة الحكومية أن تساعد الشركات فيه ضيوفي كانوا أحمد العبيشي من مجلس تجارة الإلكترونية نايف ششة من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات عبد الملك التواجي من هيئة المواصفات والمقاييس سعد الغامدي من هيئة الغذاء والدواء عبد المحسن نفيسة من هيئة الجمارك من يوم ما جاء الانترنت تغيرت أشياء كثيرة جدا في حياتنا تغير طريقة تواصلنا مع الناس طريقة تواصلنا مع بعض فيه أشياء كثيرة مرة كان لها أهمية ونقدر نقول أنها ضعفت أهميتها فيه صار أشياء كثيرة جديدة صار لها أهمية من بعد ما جاء الانترنت أحد أهم هذه الأشياء هي من الجانب الاقتصادي تجارة الإلكترونية فصرنا اليوم كلنا نطلب من يعني على المجال الأفراد صرنا كلنا نطلب من أمازون من مواقع عالمية من سوق وصرنا بشكل يومي حتى قيمة المتاجر بدت لو على الأقل خارجيا بدت تضعف للنسوق التجارة الإلكترونية عالي جدا ولأن هذا الشيء مهم جدا وله قيمة المركة العالمية السعودية مهتمة فيه جدا ولذلك قبل تقريبا سنة ونص في عام 2018 تأسس مجلس التجارة الإلكترونية المجلس يتكون تقريبا بأكثر من 13 ممثل لأن مسالفة التجارة الإلكترونية في أكثر من جهة داخلة فيه وأكثر من جهة لها علاقة فيه فالمجلس التجارة الإلكترونية يرأس وزير التجارة والاستثمار ومعاه جهات كثيرة مثل وزارة الإتصال وزارة المالية وزارة الشؤون البلدية والقروية والكثير مرة اليوم فيه يعني فيه أكثر من شيء أحسود لنفهمها الشيء الأول مع كل هذه الجهات اللي موجودة وكل هذه الجهات اللي لها علاقة في التجارة الإلكترونية كيف نتأكد أن التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تكون محفزة ومو مثبتة سواء للتجار ولا للأفراد ومين اللي أصلا جاهز يحط هذه التشريعات أنا ودي أسمع بالبداية من الأستاذ أحمد مدير عام مركز تجارة الإلكترونية من مجلس تجارة الإلكترونية التشريعات للتجارة الإلكترونية من اللي يشرعها وهل إذا شرعت ولا لا أنا لأني صدق ما أدري مين أسأل فأجيك للمجلس على طول وإذا شرعت هل هي تثبت ولا تحفز طبعا الله أعطيكم العافية التجارة الإلكترونية مثلها مثل أي قطاع اقتصادي آخر ما فيه تشريعات خاصة بنظام التجارة الإلكترونية ولكن فيه نظام فعلا نظام التجارة الإلكترونية ولكن ما يطبق على التجارة الإلكترونية يطبق على بقية الأنظمة مثل ما فيه مثلا التجارة التقليدية لها نظام مكافحة غش تجاري ولها مكافحة تستر ولها نظام مثلا لايحة تنفيذية لقطاع تعجير السيارات من عند وزارة النقل فنفس الشيء بالنسبة للتجارة الإلكترونية الهدف من نظام التجارة الإلكترونية هو وضع الإطار العام لموضوع التجارة أكترونية تحديداً ويتكامل ويتوائم مع بقية الأنظمة الحكومية الثانية المشرع لها من قبل الجهات الحكومية بالكامل طبعاً الإجراء للتشريع والتنظيم سواءً اللي حاصل في التجارة أكترونية بشكل كامل بشكل عام بالتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يعني إذا اكتشفنا في المجلس أنه فيه فعلاً بعض المعوقات التي تتطلب بعض التعديل على أنظمة أو تشريعات أو قرارات وزارية أو لوائح تنفيذية تثم بالمواعمة والتشاور وهذا كان الهدف الاساسي أصلاً للمجلس أنه فعلاً في السابق قبل أكثر من عشر سنوات مثلاً والتي يمكننا شايفينها كانت جهود التجارة الأكترونية بالجهات الحكومية مشتتة كل جهة الحكومية تؤدي دورها بشكل منعزل عن الجهة الأخرى ولكن بعد إنشاء مجلس التجارة الأكترونية كان فعلاً الهدف الرئيسي منه هو مواعمة الجهود هذه بالكامل بحيث أنه تكون الدفة واحدة وتكون التوجه واحد بما يخدم المصلحة العامة جميع الإجراءات والأنظمة تمر على المجلس يطلع عليها المجلس تأخذ مرئياته بالعموم نفس اللي حصل فيه النظام التجارة الأكترونية واللائحة التنفيذية وافق عليها على طالي نظام التجارة الأكترونية وش أبرز ملامح هذا النظام؟ ملامح كثير هذا النظام فيما يتعلق بضوابط الإعلان الإلكتروني وضوابط العقد وضوابط التخاطب وضوابط حفظ الميانات ما شاء الله النظام فيه عشرين مادة واللائحة التنفيذية فيها ستة وعشرين مادة من منكم قرر النظام واللائحة؟ أنتم تجارة ومستهلكين فالنظام كبير ما هو كبير ولكن هو يوضح بشكل عام فعلا أبرز الملامح له قمت الوزارة بجهود في موضوع حملة وعوية على اللائحة وأيضا في الأيام القادمة يكون في تفصيل إضافة لموضوع اللائحة والمهام الموجودة فيها ما شاء الله طيب أبغى أسمع من أستاذ نايف وزارة التصالات التقنية في المعلومات هي في المجلس صحيح ولكن الهيئة ليس في المجلس صح صحيح طيب عليك إذا وش دور الهيئة في التجارة الإلكترونية؟ طيب يمكن باختصار يعني الهيئة والوزارة هي منظمة التصالات وتغيرات المعلومات يعني اليوم لما نتكلم على التنظيمات في التجارة الإلكترونية نفس ما قال أخو يحمد هي عملية تشاركية بين جميع الجهات الحكومية يمكن دور الهيئة والوزارة هي ممكن رئيس العملية تجارة الإلكترونية بشكل كامل لما نجي نتكلم الآن نقدر نقسمها إلى قسمين نقدر نقول فيه الأصول وفيه العقول لما نتكلم على الأصول عندك البنية التحتية الرقمية إذا كان ما في خدمات إنترنت قوية ما نقدر نشتغل في التجارة الإلكترونية فالوزارة والهيئة عملت من السنوات الماضية على بناء البنية التحتية الرقمية البنية التحتية الرقمية هذه تواكبها أيضاً عديد من البرامج مثل برامج طوير الابتكار والهكاثونز اللي قاعدة تصير في المزارة وتطوير الرياديين أو إلى آخره طيب في عام 2017 اللي هي طلعة تقرير عن تقرير عام منظمنا كان عن التجارة الإلكترونية والمجلس تأسس عام 2018 فكيف تغير التجارة الإلكترونية من بعد ما تأسس المجلس أعتقد أنه عندكم نظرة بحكم أنه كان عندكم تقرير أخير في عام 2017 قبل ما يتأسس المجلس طيب يعني يمكن الهيئة تعتبر منظمة وبعض الأحيان عندنا مبدأ رئيسي في عملية التنظيم إذا كان فيه قطاع جديد والأميرجنك تكنولوجي نحن نحاول أن تقرير القطاع هذا نبدأ بدراسات نفهم السوق نخلي السوق ينظم نفسه بنفسه المنافسة هي العامل الأساسي لتطوير عملية الابتكار فنحاول نرفض أي تنظيم لينما يكون السوق ناضج أعتقد بدأنا في عام 2017 بدراسة كاملة غطت جميع المحاور المستهلك مروراً بالرحلة كاملة اليوم لما نجال المجلس يمكن نوحد عملية للتواصل بين المستثمر والتاجر والمستهلك كان الآن اليوم فيه وضوح أكبر اليوم عند التاجر قبيل واحد ونعمل كفريق واحد اليوم نشوف الجهات الحكومية تحت مضلة التجارة الإلكترونية في فريق واحد وهذه يعني من أحد مخرجات رؤية المملكة 2030 أنه نتعامل التاجر والمستهلك الخارجي مع الجهات الحكومية من مبدأ واحد ومن قناة واحدة ممتاز على طار التاجر والمستهلك فيه أكثر من جهة أعتقد أنه فيه فرق بالتعامل بين التاجر والمستهلك فهيات المواصفات المقيس كيف تفرق بين كيف تفرق بين التاجر والمستهلك لما يجي على سالفة المواصفات المقيس والتي تتعاملهم معاملة واحدة طبعا السيكبر خير ونسلحوان الحضور التفرقة لا يوجد تفرقة واضحة في الأخير أن المنتج سيدخل للسوق السعودي سيستخدم من قبل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الاختلاف ممكن في هذا المصد مقيس أنه إذا جبت منتجاتك بصورة تجارية فأنت مطالب أنك تصدر عليها الشهادات المطالبة نصد على أن لا يحلفني إذا كان منتج مقيد بس إذا كان منتج غير مقيد وفري تريد فتروح للطريق الآخر اللي هو الإقرار الذاتي أما المستهلك المستهلك بيستورد كميات بسيطة جدا لاستخدامه الشخصي فهو راح يتحمل مسؤوليتها لأنه راح لن تمر عن طريق الطرق الرسمية أو القنوات اللي راح تصيرتك مسؤولة عنها هي تنصد مقيس فهنا نقدر نقول أننا نحمي المستهلك ونحمي التاجر ونحمي البيئة ونحمي المنتجات لأنها تكون مطابقة وسليمة وقابل الاستخدام في المملكة العربية السعودية على منظور واحد طيب من هنا سعد المحسن هل الجمارك تفرق نفس الشيء بين الكميات اللي تجيها ولا أنها مثلا مثلا زي المواصفات اللي تصدرها الهيئة الهيئة سعود مواصفات المقيس تمشي عليها الجمارك وقس ولا أنه يفرق كجمارك اللي قدامي مستهلك أو أنه طلب من فرد واحد بس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السؤالك هذا يتعلق بالتعرفة الجمركية أو الـ H-code جميع السلع الواردة المملكة لها كود أو بنت جمركي محدد البنت جمركي مرتبط بقيد القيد هذا هو اللي يحدد هل تحال هذه مواصلات مقيس أو تحال هذه غذاء والدواء ممكن النقطة الأخرى اللي هي تعريف كمية شخصية عن التجارية هذه النقطة مهمة خصوصا في الاستراد الشخصي وهذه نحن نعاني منها كجمارك في عملية الاستراد الشخصي الاستراد الشخصي هو شيء من المتاجر الإلكترونية حدد موجب اتفاقية خليجية للشخصي بما لا يتجاوز عن ألف ريال لكن الألف ريال هذه لها ضوابط محددة الضابط الأول أن لا يكون من ممتهنين تجارة يعني ما يكون متكرر يعني في اليوم توضح أكثر يكون يستورد في اليوم من عدة شركات خلال الشهر عدة مرات والضابط الثاني أن لا يكون للصنف يحمل الصفة التجارية أو الوارد يحمل الصفة التجارية يعني مثلا شخص استورد مئة نظارة المئة نظارة هذه قيمتها مئتين ريال أقل من ألف ريال فهذه تحمل الصفة التجارية فهذه يطبق عليها الضوابط التجارية مئتين ريال الضوابط المنتجرية الضوابط المنتج نعم ظوابط صفة المنتج يعني الآن وارد مئة نظارة فهذه يصبح يعني ما في الشخص يستخدم مئة نظارة أو مئتين نظارة بينما قيمتها تكون خمسمائة ريال أقل من ألف ريال فهذه يعني صراحة مرهقتنا في المنافذ الجمركية والزملاء من المعاينين يعني يحاولون الضبط وبالتعاون مع شركات النقل السريع على أنه شيء مرهقكم يعني أنا أعرف أنكم إن شاء الله أن جميع تحدياتكم جالسين تدون أفضل ما لديكم كيف الجمارك وأعتقد أن هذا شيء أنا أتصور أنه يعني شوي مغلق كيف أنها تقدر توفق بين تيسير التجارة والأمن فأنا أبغى أضمن أن كل شيء يدخل بشكل سهل وبسيط عشان التجار والمستهلكين يكونون موسوطين بس ونفس الوقت عندي التحدي الآخر صحيح فكيف تضبط هذا هذا أكبر تحدي يواجهنا صراحة لكن إحنا يعني وضعنا عدة أهداف تحقيق الضبط للحالة هذه طبعا إحنا علاقتنا المباشرة مع شركات النقل السريع شركات النقل السريع الآن إحنا وصلنا الحمد لله معها إلى شراكة حقيقية اتفقنا معهم على عدة نقاط منها والأهمها طبعا الربط الآلي الربط الآلي مع شركات النقل السريع سيوفر للجمارك والجهات الفسحة الأخرى الجهات الحكومية معلومات مسبقة للبوالس الواردة والمنتجات الواردة بحيث أني أحقق سرعة الفسح أحقق الاستهداف الصحيح والحقيقي للواردات والمنتجات أعرف الشخصي من التجاري مسبقا يعني يكون فيها تسهيل بشكل كبير على العمل الشخصي هنا أقدر في الحالة هذه ولي الحمد لله وصلنا مراحل متقدمة في مسألة الربط الآلي مع جميع أو أغلب الشركات شركات النقل السريع الآن لكن ممكن مع تزايد الآن شركات النقل السريع كنا يمكن قبل عام 2018 كان عندنا 8 شركات نقل السريع اليوم أحدث كلا الأسبوع الماضي رخصنا إلى 14 شركات نقل السريع فزيادة وهي تلتصالات ما قصروا فينا كل فترة يرخصون شركة جديدة فهذا دليل القطاع يعني مقبل على قفزات كبيرة غير اللي نواجهها في الثلاث سنوات الماضية واللي كانت حقيقة حجمها عالي جدا فسؤالك صحيح كيف نحقق التوازن بين الأمن وكيف سرعة الفسح طبعا بالربط الآلي في المقام الأول بالشراكة الحقيقية مع شركات النقل السريع والتعاون لأن شركات النقل السريع تملك السيستم والأنظمة الآلية لتحمل جميع معلومات المستوردين يعني يكون معلومات اللي هو اسم المستورد المنتج القيمة الوزن العدد كل التفاصيل موجودة فهذه الآن متوفرة أننا كجمارك في نظام الجمارك فبالحالة نقدر نحقق الهدف اللي نصبه لي الوقت الحالي الحمد لله في بعض الشركات وصلت إلى ربط كامل في المنفست وفي البيان الجمركي بحيث أنه تعد البيان الجمركي قبل وصول الشحنات ونعمل نحن على الاستهداف وبحث المؤشرات الاجتباه على البوالس الواردة مسبقا وهذا حقق لنا سرعة الفسح يعني الآن الشحنة المتكاملة ما تأخذ دقائق في الفسح إذا كانت متكاملة ومستناد الفسح معلومات الهوية كل شيء متكامل مباشرة تفسح وفعلا كثير كنا نسمع بالفترة الخيرة كيف كذا تطورت الجمارك بالقفزة هذه الواضحة يعني في خلال هذه الرحلة رحلة الطرد هذا وين يجي دور سابر أنا شخصيا كنت جاهل كنت أعتقد أني ما يعني ما أطلب كثير ما أعرف كنت بالي أن سابر تبع الجمارك أنا أسمع عن سابر كثير مع أني كنت بعيد مرة عن الصورة فيوم بحثتك شفت شعار شعار مقاييس يعني جهازين يكملون بعضهم كنا في منظومة رقابة واحدة سابر دور في رحلة المنتج المنتج يصنع في خط الإنتاج تمام هنا يأتي دور هيئة المصوط مقاييس لما يصير عندك مصنع أنت تصنع منتج معين يأتي دور هيئة مصوط مقاييس هنا في أن تصنع منتج بناء على مواصفة دولية أو على لائحة فنية معتمدة تصنع شيء تورد الملكة السعودية وفي اشتراضات وطنية لآخر بعد الهيئة مصوط مقاييس تمام لان صنعت المنتج وسوت عليه الملف الاختبار وكل مكتم الملف كاملا تيجي تسجل منتج هنا في سابر سابر الفكرة من اللي يسجل المنتج المستورد أو يستهدف أنه يجيب المنتج هذا إما كان المصنع هو يصدر عنده هو كلاف السعودية أو المستورد الذي يدخل المنتج للسوق السعودي هذا كله قبل ما يوصل للمنتج هذا الفكرة الفكرة سابقا ووضحها لبعض الخوان ممكن يصبح عندهم عدم وضوح لهذه النقطة وما دخلوا ديبلي فيها في السابق كان القرار السامي يقول أي منتج يدخل السوق السعودي هذا منتج يجب عليه شهادة مطابقة شهادة يسمونها شهادة الساسو هذا كان اللقب المتعارف عليه يعني تريد تجيب سجادة أو تجيب كرسي أو طاولة إلى آخره لما صار فيه عندنا نظام سلامة المنتجات صنف المنتجات إلى ثلاث أصناف عالي هي موجودة الآن في سابر نحن نحط على المنتجات عالية الخطوغة وبعض المنتجات متوسط الخطوغة أما منخضة الخطوغة لا يحتاج كمثال هذا الكرسي الآن في السابق عملية الاستراد السابقة لازم تجيب كل شحنة تجيب شهادة ساسو الآن منتجات الكراسي والطاولات أو الأقلام الرصاص أو أي شيء من هذا القبيل المنتجات منخضة الخطوغة هذه لا يحتاج أنك تظل عليها شهادة سابر أو أنك تظل عليها شهادات كمثال هي بس مجرد أنك تسجل المنتج وطلع عليه تقرار ذاتي بالمطابقة دور سابر أنك تسجل منتجك تمام وتسجل إذا كان عليه متطلبات طبعا فيه الآن في منصة سابر تحط المنتج بناء على الهس كود أو كلمة الدلالية يطلع لك منتج هل هو مقيد أو غير مقيد إذا كان مقيد تشوف اللائحة التي مقيد لائحة النسيج كمثال لائحة الأفران أو لائحة الأجهز تعمل بالغاز وملحقاتها لائحة LVD للأجهزة من خطط الجهد فيه لائحتين خليجية وفيه عندنا 39 لائحة سعودية معتمدة من مجلس دارة الهيئة إذا كان هذا مقيد فأنت هنا يجي دور سابر بتسجل منتجك وتشوف وش المتطلبات اللي عليك التاجر المحترف واللي يستورد منتجاته وهو ضمنها براند عالمي ومتطلباتها مكتملة زي ما هو يستورد لأي مكان للعالم معنا نحن نطلب الحد الأدنى من المتطلبات ما عندنا متطلب في سابر هو أعلى من أي دولة أخرى الملف هو آز آز بيأخذه يعني هون عنده التستريبورت اللي هو الملف في الاختبار للمنتج من معهد من مختبر معتمد يرفع بس في المنصة ويختار جهة تقويم مطابقة هو في المنطقة اللي بيستورد منها الفكرة نحن نقلنا عملية التحقق من أنها من ميناء الوصول أو من المنفذ الجمركي إلى بلد المنشأ أساس نظم أنك ما تدخل في أي حرج أو أرضيات من هنا أنا أتصور أنها مو بس هي جالسة يعني هي مو بس جالسة تحمل مستهلك يعني من كلامك حسنا جالسة سهل للتاجر بس في كثير نسمة أنها في بعض التجار يعني منزعجين من سابر هل لأنهم هم أفهموا صح أو لأنهم شوف أي شي جديد الجلسة اللي سابقتنا للأخ قال طبقناه فجأة هيئة وصول مقاييس حرصت أن يصير عملية التطبيق في منصة سابر سليسة جدا وعملنا على التوعية على جميع الأصعدة وما زلنا نقول نحتاج إلى أكثر من ذلك بالتوعية يعني الآن منصة سابر طبقنا اللوائح لائحة الغاز كمثال طبقناه في واحد واحدة في 2019 بعدين قعدنا أربع شهور سونا ورش عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع منظومة التجارة مع منظومة الرقابة ورش عمل بالتنسيق مع الأخوان في الغرفة التجارية التوعية الإلكترونية وصلنا صرنا نستهدف التجار وصلنا إلى الداتابيس يعني وطلبنا من الوزار التجارة تزودنا بالداتابيس للتجار للا هذه اللائحة كمثال لائحة فنقول لائحة الألعاب تواصلنا مع زملائنا في وزار التجارة من هم مستوردي الألعاب تجار الألعاب أرسلنا لهم رسائل SMS إيميل ورش عمل عقدنا في الغرفة التجارية في المناطق الأكثر استيرادا نبحث عن ملائعين نبحث عن أكثر الدول اللي يصير فيها تصدير المملكة أربية سعودية ورش عمل هناك الفكرة بأن نحن طبقناها جزء جزء البعض يعتقد بأنه هو بمنأة عن هذا المنصة المنصة هي الناس آخرين في النهاية لما يستورد ويوصل هنا للجمرك يقول لا هذا المنتج مطالب على منصة سابر بينما لو بس فقط دخل على المنصة وضع الـ HS Code اللي هو يستورده أو بحث بالكلمة الدلالية للمنتج اللي هو يستورده بيظهر له هل هو منتج مقيد أو غير مقيد وهنا بيصير عملية الصدمة أو أنه منتجة توقف مع أني أنا أعتقد صراحة الآن بالأرقام اللي أمامي بأنه فيه تجاوب ضخم جدا يعني عندي أكثر من 22 ألف مشاء مسجلة الآن في سابر عندي أكثر من 180 ألف شهادة إرسالية صادرة عن طريق المنصة 190 ألف شهادة مطابقة صادرة عن طريق المنصة أكثر من 850 ألف منتج مسجل في المنصة في عملية تفاعل عالي جدا الآن قاعد يزيد يوم عن يوم في المنصة الحمد لله هذا إن شاء الله هذا اللي أقدر نقول طب من هنا بغسل ساد سعد الأدوية والمكملات الغذائية أعتقد أن مواصفات أو الأشياء اللي نطلبها منها مختلفة يمكن عن باقي المنتجات هل اللي يحدد المواصفات هذه هي سعودية مواصفات المقاييس أو هيئة الغذاء والدواء الله يضعكم عافية شكراً على الدعوة الحقيقة هيئة الغذاء والدواء لما نجي نتكلم عن دورها في متابعة عدد من المنتجات ضمنها الدواء الغذاء الأجهزة الطبية مستحضرات تجميل ومنتجات أخرى ما نحتاج أن نذكره هنا لكن دور الهيئة يبدأ في بعض المنتجات يبدأ من المصنع خارج المملكة يعني فيه الهيئة تقوم بعض زيارات التحقق تعمل تقارير عن بعض المنشآت هل أسمح بهذه المنتجات أستوردها أم لا أستوردها من خلال التفتيش على المصانع خارج المملكة هذه واحدة من حلقات السلسلة التي عشان أنا أمشي مع المنتج إليه ما يوصل إلى المملكة أو إليه ما يوصل إلى المستهلك فأنا اللي أشرع في أهيئة الغذاء والدواء يعني أراقب أنسق مع الجهات الحكومية الأخرى في كل ما يخص المنتجات اللي أنا تتبع لي على سبيل المثال زي ما ذكرت الآن مثلا الأدوية أو المكملات الغذائية إحنا كيف ننظر لها من موضوع التجارة الإلكترونية إحنا كل المنتجات نعملها بنفس الطريقة يعني أنا أضع مواصفات أتأكد أن المنتج يوصل للمستهلك بشكل سليم وحدة من الحلقات اللي الآن ظهرت بشكل جديد اللي هي حلقات التجارة الإلكترونية أو وصول المستهلك وصول المنتج للمستهلك من خلال عملية الإلكترونية لكن كل السلاسل الحلقات الأخرى اللي في السلسلة هذه أنا أنظر لها بنفس المنظر المنتج الدوائي أتابعه أتأكد أنه سليم إذا وصل لمرحلة وصول المستهلك هل بيوصل من خلال الصيدلية ولا بيوصل من خلال المتجر الإلكتروني هذه الفرق إحنا وضعنا إجراءات الآن يعني خاصة بموضوع التجارة الإلكترونية أو التعامل الإلكتروني أو الشحنات الشخصية لأن أي كميات بتستورد إذا كانت كشكل تجاري هذا لها مسار آخر ما له علاقة بالتجارة الإلكترونية ومن هنا يعني صار في كثير مواقع الناس يطلبون منها مكملات غذائية وفيتمينات اللي حددها هل هو الجمارك ولا الهيئة اللي حددنا هل هذا شيء تجاري ولا شيء شخصي لا إحنا الآن بالنسبة لأمور التجارية حطينا لها معايير إذا أنت مثلا بتستورد أدوية فيه عندنا الأدوية الوصفية اللي لازم يكون لها وصفة طبية هذا لها معيار إذا كانت أدوية لا وصفية زي الفيتمينات والمكملات الغذائية وحتى الأدوية اللي بدون وصفة طبية المستحضرات العشبية هذه لها إجراء معين وننسق مع الزم في الجمارك وش الإشتراطات وش الأشياء اللي إحنا لازم نقدمها لنا المستورد قبل ما نسمح بدخولها عشان نتأكد أنها سليمة ما تكون يعني عليها الدعاءة الطبية أو تكون محتوية على مواد مثلا سامة أو فعاليتها غير يعني جيدة يعني مجموعة رقات كذا نحن نشيك على المنتج قبل ما نسمح بدخوله ممتاز طب من هنا على الجمارك من يوم ما طلعت هذه المواقع وهذه الأماكن اللي الناس يطلبون منها أونلاين فمثل أمازون مثل المواقع اللي الناس يطلبون منها مكملات غذائية في تأثر بعض من السوق المحلي تأثر شوي الناس صاروا يطلبون من بره أكثر فبعض من السوق المحلي تأثر في بعض الدول بره سوت واعتقد أن الجمارك اللي كانت مسويتها فرضت رسوم على هذه المحلات العالمية اللي توصل من بره عشان ما أقتل هذا المنتج أو المحل المحلي هل من ممكن الجمارك تسوي شيء كذا؟ طبعا نحن الرسوم الآن حاليا موجودة الرسوم الجمركية على البيان الجمركي وفق التعريف الجمركية 5% بالإضافة ضريبة قيمة المضافة لكن فرض رسوم الجمركية يمكن متعلق بعدة جهات أول شيء مجلس التجارة الأكترونية فيه الآن تنظيم ضمن المجلس يعني لا بد يتم العرض عليه في مسألة فرض رسوم أو اتخاذ قرار زي ذلك نفس الشيء المنصة اللوجستية برئاسة وزارة النقل لكن حاليا الرسوم موجودة وتفرض الرسوم على جميع الواردات ما عدا لعفاء لأقل من ألف ريال وهذا وفق ضوابط وهذا مركز فقط على الشخصي ممكن الفترة الأخيرة مع الحجم الكبير وزي ما ذكر المبدع مازن الضراب في مسألة التسارع في التجارة الإلكترونية والحجم البوارس العالي جدا الوارد ممكن أثر على المنافسة العادلة بين مواقع التجارة الأجنبية والمواقع المحلية لكن هذه طبعا لا بد ينظر لها على مستوى مجلس التجارة الإلكترونية وعلى مستوى جهات متعددة يعني نعم مش الجمالك فقط نعم أنا عندي إضافة بخصوص المنتجات التي تباع على وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذه صراحة من التحديات التي واجهتها الهيئة المنتجات التي يعني تباع بدعات طبية بدعات خيالية يعني دواء يشفي عشرين مرض والمقويات الجنسية والأمور هذه فأنشأنا في الهيئة وحدة للرصد الإلكتروني وكذلك استقبلنا في عام 2019 أكثر من 750 بلاغ يخص المنتجات هذه ضبطنا حوالي 450 ألف منتج أوقفنا أكثر من 30 حساب شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي ألغينا أكثر من 8000 رابط دعاية تخص منتجات مخالفة فالحقيقة صراحة إذا وصلنا المرحلة أن المستهلك يكون واعي ما يتفاعل مع الإعلانات هذه التي تطلع في وسائل التواصل الاجتماعي يخص المكملات الغذائية ولا يعني ما بنوصل لحل يعني إيد وحدة في الأخير ما تصفك إذا ما يعني المستهلك ترك هذه ما تفاعل مع هذه الإعلانات ولا يعني إن شاء الله بنقدر يعني نقضي على المنتجات التي قاعدين نشوفها والمسوقين التي يعني قاعدين نلاحظون في وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا المرحلة صراحة أنه صار حتى ما يحط ما يحط رقم سعودي يعني صار من دول الخارجية يعني في بعض الدول قدرنا مثلا نتواصل معاهم وأنهم يعني يمسكون بعض الأشخاص لكن في دول ما ما قدرنا نوصل للأشخاص هذول اللي اللي قاعدين ومستمرين يعني تلقى ناس من بلدان عربية وحتى أجنبية يعني قاعد يسوق لمنتجات وبأسعار خيالية يعني لازم لازم صراحة ركز على موضوع التوعية توعية المستهلك وأنه يعني يساعدنا في أنه ما يشتري من الحسابات هذه أو المنتجات هذه بالإدعاة المضللة سيد أحمد أتوقع عندكم في المجلس أنتم اللي جالسين شوفون كده النظرة البعيدة جالسين شوفون القطعاء عندكم نظرة جيدة للتجارة الالكترونية أكيد لو شلنا عامل الوقت فمثل ما قالت أستاذ المالك إنه كده عامل الوقت عامل مهم عشان كده جالسين نقر على شوي شوي لو شلنا عامل الوقت واشو الشكل اللي تبغون كده توصلون للشكل التجارة الالكترونية في السعودية واشو التحديات الثانية غير الوقت وغير أنا أطبق على شوي شوي الوقت ما هو بتحدي متاز بتحدي نتونا مدين في السابق ما كان فيه جهود واضحة حقيقة ولكن الآن فعلا جهود المشكلة همامنا والمشكلة جميع الجهات الحكومية فعلا معترفة وجود المشكلة هذه وجميع الجهات مؤمنة فعلا بوجود فرصة وأهمية التجارة الالكترونية بشكل كامل فالموضوع ما هو بتحدي تحدي وقت كثير ما هو بتحدي تكامل مع جهات حكومية كثير ما هو بتحدي تقاطع التجارة الالكترونية كفكرة أصلا مع جميع الأنظمة والأشياء ثانية الموجودة يعني نحن جالسين نتكلم أنه على سبيل المثال التجارة الالكترونية جلسين نشوفها على موضوع الجمال ترى هي مهبة على موضوع الجمال ما في شي يسموه شحنات التجارة الالكترونية أنا لو أرسل طلبية بالبريد المسجل على سبيل المثال لأحد المتاجر التي تبيع مكملات غذائية فهي تعتبر شحنة فردية وتعتبر أيضا تحت إشراف هيئة الغذاء والدواء فهذه أيضا ينطبق عليها ما ينطبق على التجارة الالكترونية لو المستهلك يروح للصيدلية لأي صيدلية ويوقف أنا باستطرد بنفس المثال يسابقون وذكرون مع علي عبد الحكباني أنه لو تروح لأي صيدلية وتأخذ كرتون برادور وتاكل 12 حبة احتمالا وفات لو لا قدر الله فالتوعية أيضا جزء أساسي بالنسبة للمجلس تركز على جزئتين رئيسيات حماية المستهلك بشكل رئيسي وتحفيز القطاع الخاص تحفيز القطاع الخاص سواء على الجانب اللوجستي أو على الجانب المدفوعات أو على الجانب التشريع والتنظيم عندنا خمس عملاء في مجلس التجارة الالكترونية عندنا المستهلك العادي عندنا هدف رئيسي أن يحولوا إلى مستهلك إلكتروني أو متسوق إلكتروني عندنا التاجر التقليدي هدف أن يحولوا إلى التاجر الإلكتروني أيضا التاجر التقليدي التاجر الصغير والمتوسط هذا من مسؤولية الزملاء في هيئة المنشآت أنهم فعلا يقلونهم بحيث أن يكون تاجر الإلكتروني التاجر الكبير هذا مسؤولية من برنامج تنمية القطاع الخاص أو برنامج قطاع التجزية في وزارة التجارة وأيضا الجهات الحكومية من ناحية التعامل بشكل كامل بينهم طب طبعا قلت أنه المستهلك الإلكتروني والتاجر الإلكتروني لو أنا تاجر أولد سكول واحد كبير واحد مفاهم ما يبي يدخل في سلفة تجارة الإلكترونية لأي سبب من كان هل هو مجبرنا يدخل ولا بيضيع في هذه الموجة ولا أنه أنتم بتخلونه وتعزوله وتقول لشي يبيه ولا أنتم لأنكم تعرفون مصلحته قد تقوله أوه تعال دخل لنا هنا المستقبل مثلا هو كبير بالعمر نقول لك كبير بالحجم في فرق بين الثلاثين إذا كنا نتكلم عن موشآت كبيرة يعني التفكير ما يبيه بالنهاية جميع الشرائح اللي موجودة في القطاع الخاص وفي قطاع التجزئة تحديدا سيتم العمل على تحفيزهم بشكل كامل فعلا لأنه التجارة الإلكترونية هي المستقبل التجارة الإلكترونية هي التأثير يعني الأحد الأشياء الرئيسية أنه فعلا الواحد يلاحس النموذج العمل مع الأفكار والإبداع والابتكار بشكل كامل فجزء منها في التجارة الإلكترونية إذا ما تحول للتجارة الإلكترونية احتمال كبير أنه ما يكمل ثلاثة سنوات وخمس سنوات ويمكن لنا أقرب الأمثلة الموجودة في تجاربة عالمية خارجية ألاف المتاجر المكانية أغلقت بسبب التجارة الإلكترونية فلا يتستبدأ أنه ينطبق الشيء هذا على المتاجر التقليدية طيب يعني جهودكم واضحة ومشكورة جدا يعني وش الخطط اللي جاسة يسويها المجلس للمستقبل لو قلنا خمس سنوات الجاية ما هي بخمس سنوات في أقل من خمس سنوات في خلال ثلاث سنوات الجاية معنى في تسعة وتراثين مبادرة للمجلس على القطاع اللوجستي بالتعاون مع الزمل في لجهة خدمات اللوجستية برئاسة مالي وزير النقل على مستوى المدفوعات أيضا مع الزملاء في مواسطة النقل عن مستوى التراخيص والإجراءات وخدمات الحكومية مع الزملاء في هيئة الاتصالات في المريض السعودي فكلها مبادرات في بعضها تأسيسية تعتبر وفي بعضها تحفيزية عندنا مع الزملاء في هيئة المشاهدة على سنوات الجاية أحصل على سجلك ومتجرك المجاني الإلكتروني فإذا أنت موارس التجارة الإلكترونية بأي نشاط كان سيكون بمقدورك الحصول على متجر إلكتروني مجانا لفترة محددة ونطلق الزملاء مع هيئة المنشآت إن شاء الله خلال الفترة القالية كل الكلام اللي قالوا ضيوفنا في هالحلقة صار أهم وأهم في ظل أزمة كورونا الحالية وخلك في البيت شاهدنا خلال شهر لراح تحولات ضخمة في هالقطاع عشان تنبي احتياجات المستهلكين هالتحولات جت من طرفية القطاع الخاص والقطاع الحكومي على حد سواء غطينا بعضها في الحلقة السابقة ومنغطي أكثر وأكثر في الحلقات القادمة حتى ذلك الحين نقول مثل ما قالت وزارة الاتصالات حول على التقنية وبدأ تجارة كولكترونية هذه الحلقة من إنتاجي عن الوليد العيسى مازل العتيبي والعنود الشويعر حررها محمد الحسن وراجعها ثمود بن حفوظ وأسيلبة عبد الله وأشرف عليها عبد الحمال بمالح العنود الشويعر وعاد البارجة